قد يوجه البعض مشاكل عدة في النوم في شهر رمضان بسبب كثير من العوامل لكن ما هي الأضرار المترتبة على قلة النوم وما أبرز النصائح الذهبية للتغلب على مشاكل النوم التقرير أتا ليحمل بين تفاصيله الإجابة قد يتبادر إلى أذهاننا هذا السؤال من اليوم الأول في شهر رمضان وهو كيف نتغلب على مشاكل قلة النوم والتي تحدث بسبب العديد من العوامل الخاصة خلال هذا الشهر إذ عادة ما يغير البعض عن عاداته فقد يسهر البعض كثيرا عن المعتاد أو يستيقظ قرب الفجر ليتناول وجبة السحور لعل تلك الأسباب والعوامل تؤثر وبشدة على جودة النوم لتتراوح بين العادات السيئة التي تبقي الشخص مستيقذا إلى جانب المشكلات الطبية التي تعطل دورة نوم الإنسان بحسب ما نشره موقع ويب ام دي المعني بشؤون الصحة والطب إذ حذر الخبراء من مخاطر قلة النوم التي تترتب نتائجها على حوادث السيارات ومشاكل في العلاقات إلى جانب ضعف الأداء الوظيفي والإصابات المرتبطة بالوظيفة وأيضا مشاكل الذاكرة والطرابات المزاج وتشير الدراسات الحديثة إلى أن الطرابات النوم ربما تسهم كذلك في الإصابة بأمراض القلب والسمنة ومراض السكري فمن أهم الطرق التي يسعى الفرد من خلالها للتغلب على مشاكل قلة النوم في رمضان هي التدريب على الاسترخاء وممارسة الرياضة فضلا عن الارتجاع البيولوجي الذي يعمل على تهدئة التنفس ومعدل ضربات القلب والعضلات والمزاج إلى جانب ذلك فإنه يعالج القلق ويساعد في الحد من حالات الأرق والطرابات النوم إذا كدت الدراسة على ضرورة ممارسة التمرينات الرياضية بشكل منتظم في فترة ما بعد الظهر مع مراعاة عدم ممارسة التدريبات الرياضية خلال ساعات قليلة قبل وقت النوم والتي يمكن أن تؤثر تأثيرا معاكسا وتبقي الشخص مستيقظا كما تشير الدراسة إلى أهمية الابتعاد عن بعض الأطعمة والمشروبات وضرورة تجنب تناول الكافيين بما في ذلك القهوة والشاي والصودة قبل 6 إلى 4 ساعات من الخلود للنوم مع الابتعاد عن الأطعمة الثقيلة أو الحرة هذا وينصح الباحثون بتناول أطعمة خفيفة في وجبة السحور خلال شهر رمضان والتي يستوجب أن تحتوي على نسبة عالية من الكربوهايدرات كما توضح الدراسة أهم مرحلة للحصول على النوم بشكل مثالي وهي مرحلة تهيئة الجسم ببعض الطقوس مثل الحصول على حمام الدافئ أو قراءة كتاب أو ممارسة تدريبات استرخاء مثل التنفس العميق